أهلا بحضراتكم من جديد طيب الفوز الأهلي بكاس السوبر واضح أنه هو مزعى للبعض أو مدايق البعض على مدار 3-4 أيام كده شايف بعض التصرحات وشايف بعض الكلام نقدر نقول كلام فاضي يعني كلام لا هيقدم ولا هيأخر لأنه كلام مش مبني حتى على أرقام وكلنا عارفين اللغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل لكن رغم أن البعض على فكرة ممكن يكون بيشتغل في مكان المفروض أنه مكان محايد لكن الانتماء بيبقى أوقات كتيرة غالب عليه وأوقات كتير قوي غالب عليه قوي يعني دايما كده يقول لك إيه في معظم تصرحاته ما يلي كفة على حساب كفة إلا بقى لو الأهل بيبقى كسبان والنتيجة واضحة والأداء واضح فمضطر غزبا عنه أنه هو يتكلم عن شكل الأهل وأداء الأهلي أنا مش هحب أتكلم عن أسماء ومش هذكر أسماء لكن إنتوا عارفين الكلام الفاضي اللي بيتقال من مبارح أصل فرحة الأهلوية أو فرحة جمهور الأهلي بالفوز بالسوبر ما تقلش عن فرحة الأهلي بنهاي دورة أبطال إفريقيا ومباراة القاضية اللي كانت من سنتين نحن النهاردة طرحنا السؤال وهنشوف الإجابات طبع الحمد لله عندنا نتائج تاريخية ومكاسب تاريخية في لقاءات الديربي فالجمهورة ولا يقول كلمته لكن أنا كلمتي هتبقى متعلقة بلغة الأرقام فكرة أن آخر سنتين الزمال الكعبو على الأهلي عالي أو الزمال الكعبو عالي على الأهلي الكلام ده مش حقيقي والكلام ده يعني حق يرد بي باطل الكلام ده أصلا مش من الواقع ولا موجود أساسا مش معنى لك فست ببطولة فأنت كعبك عالي علي أنت في المواجهة المباشرة اللي بيني وبينك أنا متفوق عليك لكن على مدار الموسم فيه أمور تانية خارجة عن إراضتي وأمور غير مباشرة سهمت في نهاية المسابقة بالشكل اللي الكل عارفه ولكن خليني في المواجهات المباشرة عشان الناس تشوف مين كعبو عالي على مين تمام؟ لو من نوفمبر 2020 لغاية نوفمبر 2022 شهر نوفمبر اللي بدأ النهاردة بنتكلم في سنتين طيب إحنا في السنتين فست بكم بطولة وخسرت كم بطولة طيب في السنتين لعبت مع المنافس التقليدي معايا كم مباراة وخسرت كم مباراة طبعا الموطعة نفسها وإحنا بيتكلم على الأرقام دي وقدامنا الأهداف العالمية اللي شفناها في لقاء السوبر والهدف البرازيلي لبرونو سافيو في مرمى عواد طيب أنا في السنتين فست بتمان بطولات اللي بيتكلم بيقولك كعب مين عالي على مين فست باتنين دورة أبطال إفريقيا فست باتنين سوبر إفريقي فست باتنين برونزية كاس عالم للأندية تحت إشراف الفيفا أعلى مظلة وأعلى هيئة مشرفة على الكرة في العالم وفست ببطولة كأس مصر وفست ببطولة سوبر مصري ما خسرتش إلا اتنين دورة وواحد كاس اللي هو بيكلم فيه عن الكعب العالي طيب يعني في عرض البطولات قدام المنافس التخليدي وجماهير المنافس التخليدي أنا فست بتمان بطولات والمنافس فاز في تلات لقاءات منهم بطولة كانت مواجهة مباشرة بينه وبينه على التاريخ مباراة نوفمبر 2020 مباراة القاضية هدف محمد مجدي أفشا نهاية دورة أبطال إفريقيا اللي الأهل فاز فيها بالبطولة التسعة طيب في المواجهات المباشرة لعبت مع الزمالك كم مباراة لعبت مع الزمالك سبع لقاءات دورة أبطال إفريقيا نهاية دورة أبطال إفريقيا فست اتنين واحد في الدور العام فست في لقاء الدور الأول خمسة تلاتة وتعدلت في الدور الثاني اتنين اتنين في الموسم قبل الماضي فست اتنين واحد وفي لقاء العودة تعادلنا أو لقاء الدور الثاني تعادلنا واحد واحد وفي كأس مصر هي المباراة الوحيدة اللي اخسرتها من الزمالك من كام شهر كانت في نهاية الكاسل وظروف كلنا عارفينها لكن فاز الزمالك والسوبر الأخير الأهلي فاز اتنين سفر يعني أنا فست على المنافس التقليدي ليا أربع مرات وتعدلت مرتين واخسرت مباراة واحدة أي كعب عالي البعض بيتحدث عنه مهل لغة الأرقام بتوضح مين هنا كلامه صح ومين كلامه غلط وبالتالي اللي بيقول إن الكعب العالي للزماك على الأهلي ده كلام فاضي كلام مش حقيقي انت فصت مبطولة لكن في المواجهة المباشرة بينه بينك أنا كعب عالي عليك آخر سنتين أنا مش بتكلم بس آخر عشر سنين إحنا لو فتحنا لغة الأرقام من ألفين لغاية ألفين اتنين وعشرين هيبقى فيها صدمة الناس هتسمع رقم لا تتخيلوه ممكن الأهلي والزماك تلعبوا مثلا مع بعض مثلا تلاتين اربعين مباراة الأهلي فاز مثلا ما يقرب من عشرين خمسة عشرين مباشر فبالتالي تبص على الأهداف الأهلي في الفترة دي فترة السنتين جف الزمالك خمساشر هدف ومونيا مرمى بعشر أهداف فبالتالي الأرقام أعتقد واضحة لكل السيدة المشاهدين وإن كلام واضح جدا لكل السيدة المشاهدين إن الأهلي في آخر سنتين لما خسر الدوري خسر لأسباب كلنا عارفينها لكن لما لعبتك في المواجهات المباشرة أنا متفوق عليك أداءا ونتيجة أداءا ونتيجة